عسلي ما عسلي ما شنحوه لكم ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما قاعد يتوفو قاعد نفطر بحثة معايا بما وأختي جاءوا بحثة جابولي صغار الفيديو هضايا لبنت أقديم شوية يعني صورته أقديم وتو الحقيقة باش غضيت ومنتجته الفيديو هضايا بعد مرة واحد من بحث مريم نهار الثاني يمكن هكيك يعني أنا قاعدت صغاري قاعده بحثة ما ومن بعد جابتهون لي من غضوة جاءت قاعدني فزيت مخر حصيله ومزيت كحاطيته قيوتي يوم ماشي في بينهم جايب جفطر ويخي القاوني نفطر في فطر الصباح وليت عملت لهم قهوة حليبة معايا وفطرنا وقاعدنا شوية من بعد فزيت طيبة الفطور عملت لهم هكوسكسي اليوم زاد القضية جبالي يا راجلي من المرشي قضينا قضيتنا تنوريكم شنية قضيت الله غالب برش حاجات فصخولي كيف مقتلكم الفيديو قديم ما قاعدوا ليش برش حاجات يعني كيفاش نظمة قضيتي وكل حاسروا قضيلي كما شفتوا حزمة بصل حزمة سفنيرية خس فقوس طماطم الطماطم ليميت هذية رخيصة شوية وخذيلي جيجة خذيلي هذي الحم حتى الحم زادة البرود هذية رخيصة شوية خذيلي كمية بايه عما بشي نخبها خاطر الاكثر تلقاها غالي وخذيلي قرنيت الجيجة بش نحطها حطيت الخضرة كل كما قلت لكم الفيديوهات اللي غالب تفصفوا لي وحطيت اللحم في ساشيات منزلت عندي توجيجة بش نخسلها ونحطها تدقادة شوية في الخل بش يتنحى منها كالريحة الخايبة ومن بعد تتنحطها في الفرجيدير ولانهيك بديت نخسل في القرنيت اخذيلي كالشوباي هذي كالصوبية ضه لي اسمها واخذيلي القرنيت بنسبة للصوبية هذي خاطر المرة اللي فاتكي طيب تباها معاكم برشا قلولي كيفاش تنظفها حبيت نوريكم طريقة التنظيم اللي غالب الهني هيكا معناش شواء برشا في الحوت مثال وقت اللي مشيت بحثة مريم ما شاء الله على الانواع الحوت واني يعني نحبه على الاخر وخاصن ناكل في الريدمير وكل شي ما نخلطوش عليه يعني كي نخلطو على قرنيت ولا حاجة نتسميه به هنا على الاخر عنا الهني هيكا السوق متاع الحوت اما في شوسة يعني معن الهني هيكا في المرشيات في مساكن كان مشيتا بمخر ما عادش تخلط على حتى شيء لازم كتمشي بكري بش تخلط على حاجة النهار اللي يجيب لي فيها حوت مثال وراطة ولا هيكا سما عندي يعيد بالنسبة لي بالنسبة لطريقة تنظيف هضايا القرنيت الصغير نقصه على اثنين نحيله ساقية على شيرة ومبينة الساقين متاعه تلقى كل حاجة هيكا كي من الشوك ولي كيفيش حصله نحاها ومن بعد نحيله الوسخة اللي في راسه لداخل الكول نحيه ونحيله القشرة البرانية وبالنسبة للقرنيت هضايا الكبير زادة نقصه هيكا على اثنين نحي منه كل الساقين ونقصه على اثنين حاصلو نحيله عينيه ونحيله من داخل الراس الكلك اللي هو سخة اللي داخله الكل نحيه ومن بعد نقشره نقشره الراس متاعه وبالنسبة للساقين لحقيقة مش كل نقعد نقشر فيه بالجديد طريقة التقشير سيلا خاصة نكبدأ القرنيت هيكا صغير فما القرنيت الاخر الكبيره اكبر من هضايا لازمه تصبيته لازمه هيكا وسعبه اللي حطوه في المي سخون لازمه كل بش يتقشر انا هضايا اخذيه مني وقت لمحاله في التقشير اما بالمي سخون قديته بالمي سخون عاوني على الاخر شوفوا هديكا الراس متاعه دي ريكا نجبد القشرة البرانية شوفوا هفكال عينينا الي من داخل ولا وسخة تكل كل جديد ونحاول الخطر فيه الحبر ولا شنو هو حاصيل ويفسخ علي نحاول اني نظفها بلك دي معناها البلاصة بش ناحية العينين يبدأ وفق الساقين العينين لوحهم ونحيك كما قلت لكم معناها تفشل من داخل القرنيت لكل ناحية ايني نتعرفوا نخاف منه القرنيت هذائي يبدأ كبير نخاف منه لحقيقة قلبي ما يعطينيش مش كما الصغير هيك نحسهم تحفن هذائي نخاف منه على الاخر والله قاعد نصب عليه في الماء سخون باش نجم نحيله كل القشرة هو فمش كون ميقشروش اصلا يقولك القوة الكل والمطعم الكل فك القشرة هذيك ايني نقشر الفوقاني وخلي كايك اللي في ساقين الوطا عادي ميقلقنيش يعني نطيبوا بلك دي وعادي هذي كايك اللي في ساقين وكاو توبش نخبي يعني نخبيه في معناه يكيد مش مش نطيبه الكل كل كعبة قرنيت حطيتها على جهة حسنوا اني مشي في بالي معناه افار هذي القرنيتة هذي افار خاطر اني كل ما نطيبه يبدأ عندي معناه لما في الدار يان طيب مع احميتي يان كنهار وقت جيت بحدي يما مثل انت القرنيتة اللي يجيبولي نطيبه الفرد مرة مع عمري ما خليل ما نخبيش معناه المرة هذي قلت بش نخبي خليت كعبة منها القرنيتة ياخي وليت قد الطرف نور ملمو جاني الكل عملته فرد فيه تطيبتين يعني السوابي يا ضايا ولا شو باي عملته واحده والقرنيتة هذيك الكبيرة لاني عملتها فيه تطيبه زيدا تتشوفوا من بعد اني طيبت بها كمونية حاصله جيتني زغط شوي فكرتني بك الكبيرة لطيبتها عزف يشوف لي حل تقاتزو جديدة هكا هو في بيلي عملت افار عديني حطيتم فيه تليثة ومن بعد دوكم كل شو نمدوا من طيبهم ممكن في مرة بركة اذي قلنت اتول بش نطيبها اني يمكن ما جيتنيش برش على خطر ما طيبتش الرسم تاحا يمكن هكا علاش حطيتها تغلي نغليها اني لحقها شوية تتقلص هي عالاخر كي طيب تتقلص مش خاص القرنيت كان جيت كاثر مش يتقلص اني ركزت معا برشة المرهدية للقرنيت خطر طلبتها مني اخت معانا في القناة وهي مزالة عروسة جديدة وراجلها يحبوه عالاخر وهي من الانهارة جرأت انها تشريه ولا تعمله له هذاك عليش ركزت فيه في تنظيفه وتنظيفه سهل معنى كيف ما قلت ما في حتى شي جز يتنحل في وسط الراس ويتنحل لمبين الساقينة كهو ويتقشن وبالنسبة للطاطيبة توكل مره نطيب معاكم ما حاجة المره هذي بش نعمله كامونية والمره جاية نعمله لكم شربة مفورة ان شاء الله بقدرة ربي نطيبها اني غدوة وشو نطيبه اخر نطيبها مقارونا بالسوس خاطر هذي كابن اكل يعني عندي يعني بالقرنيت بالقرنيت ولا الاخرى مش كيف كيف تو بش نقلي في ساعة الكامونية بعد القرنيت كما شفته بعد ما غليته شوية قصيته نقص وقتها احسن اسهلي من انه نقص وقت اللي هو ني وتو بش نعمل الكامونية الكامونية عادي نعملها بالبصل قليتها شوية بصل في الزيت وبش نحطك القرنيت تتقلى شوية زدة يعني حاطة بطاطا وسفنيريا قاعدين يغليو بش نعمل لك السلاطة المفورة على غالب والله العظيم معناها مزروبة عالاخر ما حبيتش نعملها ما حبيتش نعملها مفورة عملتها في المية لا هي احسن انها تكون مفورة البطاطا وسفنيريا وجلبانيا ماني ما حديش جلبانيا وتو حاطيت شوية طماطم في الواحدة متاع الكامونية احنا الكامونية نحبوها انطمط مع الاخر المرقة نحبها هيكة تبدأ هيكة يعني مستبيضة والكامونية لأ حاصلوا هي كل واحد وكيفيش حاطيت شوية فلفل احمر جزته شوية بش انظار يكلوا منها بطبيعة قمنا نسيش الملح الملح نحطو في الاخر مع الكمون خاطر الكمون دي جام حاطة فيه الملح نخاف بش الميكلة مجينيش مالح وزيت بش القنيتي يطيب على راحتو خليتم هما سلاطي وكمونتي قاعدين يطيب وجيت ادخلت على الدار بش نظافها كما قلتلكم اني خاطت الهيت مع دارنا وفزيت مخر ما عملت حتى شيء ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مش رجعوا يقراوا العشية واني تلهيت قلت خلي نركح الدار قبل مجيوني العشية ومن غدوة صباح نصبح ما عندي حتى شيء وما ديجال الفيديو هذي المصور معناها من غدوة صغار ميقراوش هذيك عليش حبيت نظم الدار ونرتاح عليها باش نهار اللي يبدأ هما قاعدين كيف ما قدلكم ما نعمل حتى شيء بيت نوم هما انظيفة بيت هما انظيفة وبيت قاعدة زيادة انظيفة جوزت مسحة خفيفة للكلوار ولا البيت البانو ولا توليت زيادها عملت لهم حكة وكل شيء وركحتهم وعندي شوية تبشخ سلتو وكهو هذيه شنية حالك تيمتع اليوم اني قسمت على اثنين خاطر نهار عملت الكوشين ونهار عملت الدار باش نذكر البيوت وكل خاطر كما قدلكم عندي مرمى معاش نجم نخلي الدار برشا وزيد اصلا هو شتيم اللولو معناها تحسوها يوسخ الدنيا مش كمال لصيف ومن بعد مشيت البيت نومي لحقيقة نظمتك اللقجرة متاع الكوفيرز نظمت دبشي عندي شوية بش رجعته لبلاسته اني ديما معناها الاكثر نركز على القاعة خطة ديما تراكني نظاف ديما تراكني منظمين ما عنديش حاجة نعملها فيهم مثال دبشي رجعو على ايديا ديما على ايديا دبشي ديما نظمه معناها كما قولو منخليش يدخل بعضو وفي ساعة ما نعمله روتين معناها قلصي نعمله مرة في الجمعة روتين ولا مرة في الجمعتين ولا اكثرية كيتلقاني نطيفة بش ولا بش نمد دبشي ولا حاجة رجعو على انظافة كوفيزي وين المكياج وكل شي زادا على ايديا كامي مسهولي حد حد زادا وعندي الجلس متاع الصغار زادا ذاكا على ايديا نمد ورجع دبشي على انظافة كهو عرفتو كل ما عنديش برشة تراكن في داري الكوجينة زادا شاركتها معاكم عد قبل بنهار نظمت الكوجينتي وخرجت مرواتي وكهو والحاجات الاخرين ديما متاع كل يوم صالتي وكل زادا ما تتمسش برشة ديما نظيفة حصلوا الحمدولله قضيت داري تسهيلة ما عنديش برشة حركة فيها جزت كي تلقى دينيتها اللوطة معناها القاعة نظيفة يعني الاخر الكل نظيف ما عنديش فيها برشة حاجات ما عنديش هيك البلايس ولا ما عنديش برشة هيك مابل ولا حاجات تتحسهم لازمهم تنظيف ولا كل دار عرفتو كل بلاسة فيها لكثر زربية حاجة كهو ما عنديش برشة حاجات كهو كملت مسحت الدار مسحانو هيكي كو بره معني خفيفة تسمع اني كي مصيق عندي يعني ميناج هكي والله احسن احساس كي نوقف لكم لاني هيكا ونصور لكم معني اعرفوا اللي الداخل كل راهو نظيف ومنظم وكهو اخر حاجة ايتا بخيرة اكيد الفيديو هذي ذكرتوه عملتو لكم وقت اللي نظمنا الكوجينة وعملت كل اللي نظم فيها ديكا انهارتها معني نفس الفيديو هذي الكمونية قاعدة تغلي ما زالت حصيت لقانينة ناقص شوية اصلاة سايتا بتسكرت عليها جستة وبش نفوحها كل بالنسبة لتوفيحها متاعها جست معناها شوية كمون وزيتيتونة نقصها فيها شوية مع دنوس وكهو هذي الكانون ما فهمتش بيها اضاي نرمال مو تابع البكري كي بخرت هصيرو في المنتاج شايتو تقرب عذوريتو هههههههههههههههههههههههه كش نحط تاو الكمون نحطي التاو في الكحل والاكاوت� من فهم وال..... كامون بيضى عدد ما فى الاخر على الخاطر يعطى مرارة للحاجة و هذي الكمونية ان شاءلا ه جربها و ان شاءلا ه تعجبك و و ان شاءلا ها تكون طريقتي اه عجبتك إني بنحطشى الثوم فـمش كوني بنحطّ ثوم اني لحقيقة منحطش. الكمونية بالجاج ولا بالحم ولا اه لنوع الكل منحطش فيه. وشو رشة مع دنوس بالطبيعة وعملت صلاطة خس وعملت صلاطة اه ديك اللي مفورة كي ما قلت لكم نفوحها بشوية كمون وزي زيتونة ونزينها كيك بالعظم. ساعة منحط في الهريسة وساعة خاطر الصغار بش يكلوا منها منحط الهيش الهريسة وهني هيك نوصل بك والاخر الفيديو نحبكم الناس لكل برشة برشة وعلى خير